في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئة ومن خطبته الثالثة والسبعين بعد المئة أذهب إلى ما يرتبط بموضوع الحلقة وإلا فإن الكلام مهم جدا ولكنني ماذا أصنع للوقت أمير المؤمنين يقول في الخطبة هذه ولا يحمل هذا العلم أي علم إنه علمهم علم محمد وآل محمد إنه علم الحقائق ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق فعلمهم يقود إلى الحق وليكون إلا عند الذين يعرفون مواضع الحق وحينما يكون الحديث عن الذين يعرفون مواضع الحق يعلمون ويعملون المعرفة تمازج بين العلم والعمل لأن العلم قد يكون صورة منطبعة في الذهن وانطباع الصورة في الذهن لن تشكل دافعا قويا للعمل لكنها إذا مرتسمت في القلب بنفس القوة التي ارتسمت بها في الذهن فإن القلب يمتلك القدرة والطاقة على أن يدفع الإنسان إلى العمل ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق فامضوا لما تؤمرون به ووقفوا عندما تنهون عنه إلى بقية كلام سيد الأوصياء لكنه وضح لنا قاعدة مهمة من أن علمهم الحق يكون قرينا عند علمائهم الذين يعلمون مواضع الحق وإنما يعلمون مواضع الحق لأنهم يأخذون علمهم من أهله كما مر علينا قبل قليل فهم عيش العلم وموت الجهل إنهم محمد وآل محمد وكل تلك الخصائص تتوفر في كلامهم وحديثهم مثل ما تعطينا الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا الكامل تعطينا هذه القاعدة الواضحة كلامكم نور النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره لا يحتاج إلى كاشف نأتي به من العيون الكدرة الناصبية مثل ما يفعل مراجع النجف حديث أهل البيت دال على نفسه بنفسه وكاشف عن نفسه وكاشف عن غيره لا كما يقول البروجردي وكما يقول السيستاني تلميذه من أننا نحتاج إلى حديث المخالفين كي نفهم حديث أهل البيت حديث أهل البيت يكشف عن نفسه بنفسه ويبين لنا ضلال حديث المخالفين من خلال حديث أهل البيت نعرف ضلال حديث المخالفين لا كما يقول البروجردي والسيستاني من أننا نفهم حديث أهل البيت من خلال حديث المخالفي يمشون بالمغلوب كل بالمغلوب كل أعواج ثقافة مستدبرة وفكر أعواج إمام زماننا مشرق وهم مغربون هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مرجعية النجف منذ أن أسسها أطوسي في ذلك اليوم المشؤوم وإلى يومنا هذا وإلى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا لا يعني أنه يستحيل الإصلاح لكننا نجد أن الجميع لا يريدون الإصلاح وإلا فإن الإصلاح ممكن لكنهم لا يريدون الإصلاح لأنهم يجدون مصالحهم ويجدون منافعهم ويجدون ضحكهم على ذقون الشيعة في البقاء على هذا الوضع الذي هم عليه تلك مسؤوليتهم هم مسؤولون عن ذلك ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق وإلى الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئتين 224 ومن الخطبة الرابعة والتسعين بعد المئة أمير المؤمنين يتحدث عن المنافقين يبين لنا حقيقة واضحة جدا في واقعنا الدين الشيعي وهي موجودة في كل المؤسسات الدينية في العالم على اختلاف أنواعها لكن ما شأني بالمؤسسات الدينية الأخرى وإلا الحكاية هي الحكاية رجال الدين منافقون كذبون دجالون في كل المؤسسات الدينية لاحظوا هذا الكلام وهو يتحدث في أوصاف المنافقين فماذا يقول أنا أسألكم أنتم أتركوا حديثي طبقوا هذا الكلام على الواقع ستجدونه ينطبق انطباقا كاملا على حوزة النجف وعلى مرجعيات النجف وعلى أحزابنا الدينية الشيعية وبالذات على حوزة النجف فماذا يقول أمير المؤمنين في وصف المنافقين قد أعدوا لكل حق باطلة أي حق يطرح لا بد أن يبحثوا عن إشكال عن إثارة لإثارة الغبار حول ذلك الحق مع أنهم يعرفونه أنه حق والله هذا هو الذي يقوم به أصحاب العمائم في النجف في كل ساعة في كل لحظة على طول تأريخ الحوزة وإلى يومنا هذا قد أعدوا لكل حق باطلة ولكل قائم مائلة ولكل شيء قائم واضح صعيع يحاولون أن يثيروا حوله ما يثيرون كي يجعلوه مائلا في أعين الناس مائلا في أذهانهم ما هم حمير ديخيون وهؤلاء قد ركبوا على ظهورهم قد أعدوا لكل حق باطلة ولكل قائم مائلة ولكل حي قاتلة لكل حي يواجههم يبحثون له عن قاتل إما أن يقتل سمعته وإما أن يقتل رزقه الذي يعيش به وإما أن يقتله أن يقتله قتلا أن يميته أن يسفك دمه قد أعدوا لكل حق باطلة ولكل قائم مائلا ولكل حي قاتلا ولكل باب مفتاح يجدون من حلول الإشكالات التي تثار عليهم ما هي بحلول حقيقية ولكنهم يقنعون هذه الحمير التي يركبون على ظهورها فهذه الحمير تصدق لا لأنهم قد نطقوا حقا أو علما يصدقون أي شيء لأنهم يصنمونهم فيمازجون بين ما يقولون وبين أمر التقديس لهم التقديس بما هو هو حق ولكنه ليس لهم لآل محمد هم يجعلونه لهم فيمازجون بين تقديسهم الذي هو في الأصل آل محمد وهؤلاء زورا علموا الناس أن يجعلوا التقديس لهم وبين الأكاذيب التي ينطقون بها فيمزج الباطل مع شيء من الحق فتلتبس الأمور وحينئذ يصدق هؤلاء الدخيون بما يقول لهم هؤلاء الذين استحمروهم وقد استحمرهم الشيطان من قبل ولكل باب مفتاح ولكل ليل مصباح وكلما ظهر ظلام بسببهم يصنعون مصباح لذلك الظلام كي يغطوا على ذلك الظلام الذي هم صنعوا ويصنعون مصباحا مزورا يتوصلون إلى الطمع بأي شيء هم يطمعون في شيء عند الناس بالضبط مثل ما تفعل حكومة السيستان في بغداد تبعث اليأس في الناس من خلال قطع أرزاقهم ورواتبهم والحكومة طامعة أن تصل إلى أهدافها لشيء وراء تيئيس الناس هؤلاء وهذا بالضبط تعلموه من مراجع النجف فإنهم يفعلون ذلك مع طلبة الحوزة عن طريق عملية التجويع والتطميع أصحاب العمائم يعرفون ماذا أقول وكيف يتصرف المراجع وأبناء المراجع وأصهار المراجع كيف يتصرفون مع أصحاب العمائم على طريقة القصاب والكلب حتى يجعل طريق الكلب على القصاب دائما مثل ما نقول في أمثالنا الشعبية في الثقافة العراقية وحتى في الدول العربية الأخرى في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول درب تشلب على القصاب بالضبط هكذا يفعل مراجع النجف مع طلبة الحوزة أن يجعل منهم كلابا يمرون على باب القصاب الحكومة العراقية تفعل نفس الفعل جو كلبك يتبعك هذه هي القاعدة يتوصلون إلى الطمع باليأس يجئس الناس ليقيم به أسواقهم لأجل أن يمرر بضائعهم الفاسدة الكاسدة التي لا تصلح للاستعمال البشري يتوصلون إلى الطمع هذا المرجع هذا الحاكم الرئيس يتوصل إلى طمعه ببحث اليأس في نفوس الناس يتوصلون إلى الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم وينفقوا به أعلاقهم الأعلاق هي البضائع وينفقوا به أعلاقهم يقولون فيشبهون هم لا يقولون الحاق هم يقولون قولا يشبهون به على الناس لتمشية الحال ويصفون فيموهون يقولون كلاما ما هو بالكلام المطلوب مثل ما يقولون ابن عم الكلام من أقرباء الكلام في جانب الموضوع هذا هو حال أصحاب العمائم في النجف وحال السياسيين في منطقة السيستاني الخضراء أعيد عليكم الكلام مرة أخرى أنتم طبقوه على الواقع الذين يعيشون قريبا من أجواء المعممين والله يعرفون هذه الحقائق فهذه أوصاف أصحاب العمائم النجفية هذا ينطبق عليهم انطباقا كاملا قد أعدوا لكل حق باطلا فلو جاء معمم إلى مجلس ووجد أن الناس في ذلك المجلس تمدح أحدا هو لا يحبه حتى لو كان على حق ويمدحون مقالة حق قالها فإنه يبذل أقصى جهده ليحول ذلك الحق إلى باطل قد قد أعدوا لكل حق باطلا ولكل قائم مائلا لا بد أن يظهر عيبا في هذا القائم كي يميلوه ولكل حي قاتلا أن يقتلوا سمعته أن يقتلوا رزقه أن يقطعوا رزقه أن يقتلوا كل مصالحه وكل منافعه أن يقتلوا مستقبله أن يقطعوا الطريق عليه أن يهدروا دمه أن يفعلوا ما يريدون أن يفعلوا به من سوء نواياهم وخبث سرائرهم وباطل قولهم وفعلهم هذا هو الذي يجري على أرض الواقع هؤلاء هم المنافقون قد أعدوا لكل حق باطلا ولكل قائم مائلا ولكل حي قاتلا ولكل باب مفتاح ولكل ليل مصباح كل هذا بالتمويه يتوصلون إلى الطمع باليأس ليقيم به أسواقهم وينفق به أعلاقهم يقولون فيشبهون ويصفون فيموهون أصورة واضحة جلية دعكم من كلامي ودعكم من مشاكلي وتجاربي أنتم خذوا هذا الكلام وطبقوه على واقعنا الديني وعلى واقعنا السياسي الأمير يتحدث مع شيعة العراق مع العراقيين صحيح أن الكلام لا يخص العراقيين فقط لكنه بالدرجة الأولى يخص العراقيين إن كان هذا في زمن الأمير أو في زماننا هذا فإن الخطاب موجه للذين كانوا في زمانه ولنفس الأجيال التي ستتوالد من ذلك الجيل هذا بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية لسائر الشعوب الأخرى إلى الصفحة الثالثة والتسعين بعد المائتي إنها وصية أمير المؤمنين المعروفة والمشهورة لإمامنا الحسن هذه وصية كتبها أمير المؤمنين وهو بحاضرين عند انصرافه من صفين لإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه قطعا الحسن ليس بحاجة إلى هذه الوصية هذه الوصية لي ولكم هذه وصية أمير المؤمنين عبر إمامنا الحسن إلينا هكذا كتب أمير المؤمنين وهي وصية معروفة مشهورة مبسوطة لو أردنا أن نؤسس عليها علم الأخلاق بكل تفاصيله فإن الوصية هذه ستغنينا وتغنينا وتغنينا ولا نفعل كما فعل مراجع الشيعة ممن كتبوا في علم الأخلاق وذهبوا إلى الفلسفة اليونانية وذهبوا إلى الصوفيين وذهبوا إلى النواصبي وذهبوا إلى مختلف الاتجاهات وما أخذوا من أهل البيت إلا القليل خلطوا كل ذلك في كتب جامع السعادات المحجة البيضاء هذه كتب في أصولها ناصبية لا علاقة لها بآل محمد أخذوا شيئا من آل محمد وبقية الكتب الأخلاقية كل الكتب الموجودة في المكتبة الشيعية في هذا الاختصاص أخذت من أعداء أهل البيت لم تأخذ من عميق ثقافة فكر أهل البيت أعود إلى وصية أمير المؤمنين الموجهة إلي وإليكم عبر إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأمر بالمعروف تكون من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده تأخذ تأخذك في الله لومة لائم وخض الغمرات للحق حيث كان خوض الغمرات هو خوض الشدائت نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظره فقط طال فقال يا مهزم كذب الوقات وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمْ وَخُضِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانْ الغَوْمَرَاتِ الشدائد الشدائد التي تحيط بالإنسان من كل مكان إنها المصائب والأحداث التي تجر الويلات على الإنسان الأمير يقول إن كان ذلك في الحق فأنت بادر لخوضها وَخُضِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانْ وتفقه في الدين التفقه في الدين ما هو بمعرفة الفتاوى والأحكام هذا يقع على حاشية الفقه التفقه في الدين معرفة إمام زماننا هذا ما أنا الذي أقوله قرآنهم المفسر بحديثهم لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع النجاف قرآنهم المفسر بحديثهم يبين لنا أن الفقه معرفة إمام زماننا في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمْ وَخُضِ الْغَمَرَاتِ للحق حيث كان وتفقه في الدين وَعَوِّدْ نَفْسَكَ التصبر على المكروه وَنِعْمَ الْخُلُقُ التصبر في الحق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كلها إلى إلهك كيف نلجأ إلى إلهنا؟ نلجأ إلى إمام زماننا مثل ما يبين لنا دستورنا الكريم الزيارة الجامعة الكبيرة في هذه القاعدة الواضحة وأمنا من لجأ إليكم إنه قانونهم وَمَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ وَمَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز هذا هو المنطق العلوي الذي يتنافى مع المنطق الترابي هذا هو منطق علي وهذه ثقافة الحق وأذهب بكم إلى الصفحة السابعة بعد الثلاثمائة وهذا الكتاب قرأته عليكم فيما تقدم من هذه الحلقات إنه كتاب أمير المؤمنين إلى أهل مصر حين ولى عليهم مالك الأشتر لا أعيد قراءة الكتاب لكنكم تعرفون عظيمة منزلة مالك رضوان الله تعالى عليه مالك وما مالك وهل قامت النساء عن مثل ذلك مالك في عظيم درجته ماذا أمر أمير المؤمنين المصريين في الكتاب الذي بعثه إليهم بعد أن ولا مالكا عليهم وقد امتدح مالك الأشتر مدحا عظيما فماذا قال لهم فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق فما قيمة مراجع النجاح وما قيمة أنا إذا كان مالك هذا مع كل هذا المديح الذي ذكره أمير المؤمنين في نفس الكتاب يقول لهم فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق الحق هو القيمة وليس الأشخاص هذه الكلمة تلخص لنا ثقافة الحق عند علي صلوات الله وسلامه عليه الحق قيمة بنفسها الحق هو الذي يكسبنا القيمة حين أنطق بالحق وحين أعمل بالحق فإن هذا هو الذي يكسبني قيمة لأن الحق يحمل قيمته في نفسه هذا هو الذي أردده دائما في أحاديثي من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها إنه المنطق العلوي ما حدثتكم بشيء إلا من منطق علي وآل علي لأنني حين عرفت أن المنهج الممدوح على طول عصر الغيبة الكبرى إلى زمان الظهور هو المنهج اليماني وأبرز معالمه يوالي علي يوالي علي بحسب علي عليكم أن تفرقوا بين أن أقول من أنني أوالي علي هذا الدعاء من عندي وبين أن يقول عني صاحب الأمر أن أوالي علي اليماني آل محمد قالوا عن أئمتنا من أنه يوالي علي أما أنا وغيري وأنتم ومراجع النجاف والشيعة يقولون نحن نوالي علي فمن قال أن كلامنا هذا حقيقي فرقوا بين من يقول أنا شيعي أنا أقولها وأصر عليها وبين من يقول عنه الإمام المعصوم هذا من شيعتي مرة أنا أقول لهم أنا من شيعتكم ما قيمة كلامي ومرة هم يقولون لي أنت من شيعتنا اليماني الأئمة قالوا عن يوالي علي أما أن أقول عن نفسي أنني أوالي علي ما قيمة هذا الكلام إلى ذلك الكلام ولذا أقول من أنني أحاول أن أقارب هذا المنهج وهذا المنهج يتبنى قطعا المنطقة العلوية الأصيل وإلا لما وصفه الأئمة بأنه يوالي علي قارن بين هذا المنهج وبين منهج حوزة النجف المنهج اليماني منهج علوي المنهج المطروح في قناة القمر يتشبه بهذا المنهج قريب إلى المنهج اليماني أو لا منهج حوزة النجف هل هو أقرب إلى اليماني أم أقرب إلى السفياني ماذا تقولون هذا الأمر متروك إليكم أردت بين أيديكم جانبا من قواعد المنطق العلوي ومن مفاهيم المنطق العلوي التي نحتاجها حاجة ضرورية ملحة حينما نكون في الساحة التي يصطرع فيها الحق والباطل الكلام لا ينتهي عند هذا الحد ولكن وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا في حلقة جديدة سنستمر في هذا الاتجاه تارة بنحو التنظير والتفسير والشرح والبيان وتارة بنحو التطبيق على واقعنا الشيعي في أبعاده السياسية الاجتماعية العقائدية بحسب الاتجاه الذي نحتاجه في برنامج التمهيد لإمام زماننا وإحياء أمره بقدر ما نستطيع صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله